موسيقى صدور هذا الكتاب ليس دفاعا عن الدفاع جاء بناء على أساس أول حاجة علمي أكاديمي وتاني شيء حاجة أو هاجس مهاني على المستوى القانوني والأكاديمي ليست هناك كتابات على مستوى قانون مهنة المحامات على مستوى مهنة المحامات كانت هناك كتابات رائعة ولكن منذ تقريبا أكثر من عقدين أو ثلاث عقود مؤخرا المحامون رغم أن كثير منهم أكاديميون لم يتطرقوا إلى مهنة المحامات ولم يعطوا حقها أكاديميا وقانونيا على المستوى المهاني تعلمون جميعا على أن المهنة أصبحت تعيش أوضاع صعبة تعيش أزمة كبيرة على المستوى المؤسستي على المستوى الفرضي على المستوى الحقوقي على عدة مستويات طبعا هذه الوضعية ساهمت فيها مجموعة من الأطراف الخارجية لأنهم يريدون إضعاف وتتجين مهنة المحامات التي كانت قوية عبر التاريخ ليس فقط على المستوى المهاني والقانوني ولكن حتى على المستوى السياسي وعلى المستوى الحقوقي وبالتالي كان هناك خوف دائما من هذه المهنة وبالتالي هناك جهات تريد إضعافها ولكن حتى نكون موضوعي ليس فقط الجهات الخارجية هي من ساهمت في إضعاف هذه المهنة حتى على المستوى الذاتي المحامون المؤسسات المهانية للمحامين لم تقم بأدوارها أصبحت تتخلي على العديد من أدوارها كان هناك تراجع على مستوى العراف والتقاليد كان هناك تراجع على مستوى العديد من المبادئ التي كانت تعطي للمحامات قوتها وهيبتها عنوال كتاب ليس دفاعا عن الدفاع يتير العديد من الإشكاليات التي ربما لم يفهم البعض مضمون هذا العنوان لماذا ليس دفاعا عن الدفاع؟ لأنه حينما لو قلت على أنه دفاعا عن الدفاع فهذا يعني على أنني أشتغل أو أقارب الموضوع بناء على مقاربة شخصية لأنني محامي فأنا أدافع عن المحامات بجميع الوسائل وبجميع الحجاج وبجميع الأدلة حتى لو كانت غير موضوعية ولكن أن أقول ليس دفاعا عن الدفاع إذن أنا لا أدافع عن المهنة لأنني محامي أو بناء على أنني أريد أن أدافع عن المهنة فقط ولكن أدافع عنها لأن هناك معايير موضوعية تجعل هذه المهنة مهنة جليلة مهابة مؤثرة قوية تجعل هذه المهنة ليست في حاجة إلى من يدافع عنها ولكن هي بالأساس هي من تدافع الأخرين هي من تعطيهم ذلك الأمل تعطيهم الشعاع تعطيهم ذلك الطابع الحقوقي والمهاني أن أكون محاميا يعني أن لا أكون شخصا عاديا أن لا أكون أقوم بوظيفة أو مهنة عادية نعم قد تكون هذه المهنة وسيلة للعيش وسيلة للحصول على موارد مالية ولكن أن تكون محامية أكبر من ذلك المحامات رسالة المحامات رسالة ترمي إلى إحقاق الحق إلى الدفاع عن المظلومين إلى المساهمة ليس فقط في إطار الأوضاع الفرضية للمهنة أو في إطار الملفات العادية للمهنة ولكن أن تساهم في بناء صرح الحقوق والديمقراطية على مستوى البلاد وأيضا على المستوى الكوني لأننا نلاحظ حتى على المستوى الكوني هناك اتحاد الدولي يساهم في ترصيخ وتوطيط الحقوق على المستوى العالمي إذن المحامات ليست مهنة عادية فقط ولكنها رسالة إنسانية كونية أن تكون محامية يجب أن تكون واعيا بهذه الرسالة وأن تكون فقط إنسانا مهنيا تقنيا تمارس المساطر والدفع الحقوق الفردية ولكن هناك العديد من المبادئ التي يجب أن تحققها من خلال كونك محامي